موسيقى السلام و نعمة الرب يسوع المسيح لكم جميعا مشاهدي قناة الحياة الأحباء و أهلا و مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة و المباشرة من برنامج الدليل إكمالا للحلقة السابقة التي كانت بعنوان هل تمتلك المسيحية الحقيقة الكاملة حيث ناقشنا إيماننا المسيحي أن الخلاص في المسيح و ليس خارجه و بنعمة الرب القدير فنحن اليوم سنناقش جزئية مهمة و هي كيف تطور هذا الفكر الخاطئ عند البعض حتى وصل إلى أن الوثنيين سيدنون الذين يعرفون الله الوثنيين سيدنون الذين يعرفون الله بل و أكثر من ذلك لن يدخل بعض من يعرف الله الملكوت بينما يدخله الوثنيون و هي أفكار بعيدة جملة و تفصيلا عن روح الوحي المقدس دعونا نشوف حلقتنا النهاردة نشوف عنوانها إيه مع بعض عنوان حلقة اليوم هو الوثنيون يدينون المؤمنين و زي ما أنتوا شايفين على متى تعجب يعني إزاي ممكن الوثنيون يدينون المؤمنين على كل هذا الكلام مكتوب و موجود في كتب و موجود في مراجع إلى آخره خلينا أن أبدأ جزئية جزئية مع بعض بداية خليني أروح لهذا العنوان إرسالية يونان النبي خلينا نقرأ ما الذي قيل من هذه الأفكار الخاطئة خلينا نسميها كذا التي لا تتفق مع الكتاب المقدس ولا مع تعاليم المسيحيين خلال ألفين سنة و بعد كذا نشوف رد الكتاب مش رد وحيد رد الكتاب على ما قيل هذا العنوان إرسالية يونان النبي قيل فيها إن الهدف من ذهاب يونان النبي إلى نينوى لم يكن نزع العبادة الوثنية و لكن حضهم فقط على السلوك بالناموس الأدبي فيكفي أهل نينوى فقط الإيمان بإله رحيم يرفض الخطيئة و يريد خلاص جميع الناس معلش أنا حقرأ هذا الكلام مرة أخرى علشان أنا حابب أن المشاهد يعني يفهم معي عمق خطورة هذا الكلام إن الهدف من ذهاب يونان النبي إلى نينوى لم يكن نزع العبادة الوثنية يعني خليكم في وسنيتكم ما في مشكلة و لكن حضهم فقط على السلوك بالناموس الأدبي لا تقتل لا تزنيل لا تسرق إلى آخرين فيكفي أهل النينوى فقط الإيمان بإله مش الإيمان بالله لا الإيمان بأي إله يعني من الآلهة الموجودة ما هم وسنيين الإيمان بإله رحيم و دي هل ناقشها بعد شوية يعني يرفض الخطية و يريد خلاص جميع الناس نشوف هل الكلام ده يتفق مع الوحي المقدس يعني إيه لم يكن الهدف نزع العبادة الوثنية يعني من الممكن أن يعبد الإنسان الأوثان و يخلص و تكون له حياة أبدية هل هذا ما ذهب له يونان إلى نينوى فهل الأوثان أصلا تقدم خلاص أبدي يعني ابقوا في وثنيتكم و عبدوا أوثانكم ففيها خلاص أبدي هل ده مفهوم الكتاب ده مفهوم الوحي المقدس عهد قديم و جديد يعني هو لماذا تم السبي بني إسرائيل لماذا تم تأديبهم و ضربهم و سحقهم قتل شبانهم لماذا سمح الرب هذا الأمر لأنهم سقطوا في عبادة الأوثان فأنا لا أدري هذا الفكر لا يمكن أن يزكيه حرف واحد في الكتاب المقدس هل الأوثان تقدم خلاص أبدي و هل الخلاص الأبدي مبني على أي شيء غير الفداء و الكفارة و الدم هل الخلاص الأبدي مبني في الكتاب المقدس من أيام آدم إلى المسيح مبني على أي شيء آخر غير الكفارة و الفداء و الدم و في عهد النعمة بدم المسيح الكريم طبعا ثم أليس مكتوبا في كتابنا المقدس أن كل آلهة الأمم أصنام و في ترجمة أخرى و أن كل آلهة الأمم شياطين فهل لدى الشيطان رحمة هل لدى الشيطان خلاص ألم يقل الوحي المقدس صراحة في كورينسوس الأولى عشر عشرين بل إنما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين لا لله فثم يقول فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين في أوضح من كده كلام بص للآية المقدسة دي كويس جدا دواحي إلهي إنما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين قرابينهم تقدماتهم زبائحهم صلواتهم للشياطين لأن الأصنام هي عمل الشياطين هي الآلهة التي عملها الشيطان فإزاي يعني ابقوا في وسنيتكم ما في مشكلة فهناك خلاص أبدي في هذه الوسنية هل هذه هي التوبة التي ذهب يونان لينادي بها خلينا أدي لك من العهد القديم وذكرت أكثر من مرة الآية التي سأنبر عليها ولكن أريد أن أقرأ هذا المزمور الرائح 96 ماذا يقول رنموا للرب ترنيمة جديدة رنمي للرب يا كل الأرض رنموا للرب باركوا اسمه بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه حدثوا بين الأمم بمجده بمجد الرب الإله مش بمجد الأوسان بين جميع الشعوب بعجائبه لأن الرب عظيم وحميد جدا مهوب على كل الآلهة اسمع الكلام بقى لأن كل آلهة الشعوب أصنام أما الرب فقد صنع السماوات أنا لسه أكمل السنة عاوزك تنتبه إلى هذا الكلام حدثوا جميع الأمم بخلاصه حدثوهم بمجد الرب يعني أنت كإنسان عرفت الرب الإله الحقيقي دورك أن تخبر هؤلاء ليس بمجد أوسانهم الباطل الزائف وإنما تخبرهم بمجد الإله الحقيقي فكيف أن يبقى هؤلاء في وثنيته مدى كويس وممتاز وحلو يعني هل هذا يتماشى مع التبشير المسيحي خلينا أكمل لك المزمور إذن في هذا النص الإله المقدس لأن كل آلهة الشعوب أصنام أما الرب فقد صنع السماوات ثم يكمل مجد وجلال قدامه العز والجمال في مقدسه قدموا للرب يا قبائل الشعوب قبائل الشعوب كلها تقدم للرب متى هذا في المسيح قدموا للرب مجدا وقوة قدموا للرب مجد اسمه هاتوا تقدم وادخلوا دياره ديار الرب ليس ديار الأوسان اسجدوا للرب في زينة مقدسة ارتعدي قدامه يا كل الأرض قولوا بين الأمم قولوا بين الأمم أي أوثانكم حلوة كويسة قولوا بين الأمم الرب قد ملك أيضا تثبتت المسكونة فلا تتزعزع يدين الشعوب بالاستقامة الرب قد ملك ملك الرب على قلوب الناس وهو على خشبة الصليل بالحب وليس بالقوة و بصولجان بشري إذن يعني حتى لو عدنا دلوقت إلى مقولتهم الأولى لنرى هل هي أصلا لن أقول تتماشى مع الكتاب المقدس لا تتماشى مع صفر يونان يعني خليني كذا أروح معك إلى هذا الكلام ونقرأه مرة تالتة معلش سمحوني إن الهدف من ذهاب يونان النبي إلى نينوى لم يكن نزع العبادة الوثنية ولكن حضهم فقط على السلوك بالناموس الأدبي فيكفي أهل نينوى فقط الإيمان بإله رحيم يرفض الخطية ويريد خلاص جميع الناس هذه تعليم غريبة عن روح الوحي المقدس غريبة عن روح المسيحية والكنيسة والأباء لا تتفق لكن في ذات الوقت أنا أريد أن أدخل إلى سفر يونان نفسه هو كلام بعيد أيضا عن سفر يونان الإرسالية كانت هدف الإرسالية الأساسية ليونان هو التوبة عن الشر ولا يوجد أشر في الخطايا من عبادة الأوسان أشر الخطايا لأن الأوسان هي عبادة شيطانية فإذا كانت التوبة هل التوبة عن أعمال ولا التوبة عن كل المنظومة التي فيها العبادة الوسانية هذه العبادة مرتبطة بالشياطين مرتبطة بالنجاسة لأن في هذه المعابد الوثنية هناك عبادة الجنس أيضا تصل عند البعض إلى حد تقديم ذبائح بشرية وأريد كما قلت لكم أن نقرأ من سفر يونان وهو الفيصر لنرى الفكر اللاهوتي في هذا السفر هل هو ابق في وسنيتكم لا يوجد مشكلة ولا الموضوع لا توبة عن أم الخطايا وهي رفض الله وفي المقابل أيضا عبادة الشيطان وهي عبادة الأوسان وهي عبادة شيطانية الكتاب المقدس ليس وحيد لأن كل آلهة الأمم أصنام شياطين ما يزبحه الأمم يزبحونه للشياطين هذا كوحي مقدس ستسيبه إزاي يعني كيف تتغافل عن كلام الله وتؤلف يعني يؤلفون هؤلاء الناس كلام خلينا أدخل إلى سفر يونان نقرأ سفر يونان ثلاثة من الآيات أربعة إلى عشرة ونادى يونان وقال بعد أربعين يوما تنقلب نينوى فآمن أهل نينوى بالأوسان صح كذا ولا نبائر غلط آمنوا بمين أهل نينوى دول آمنوا بإله أي إله والسلام أي إله خلاص ما فيش تمييز لهذا الإله ولا السفر المقدس هنا بيميز أن شعب نينوى في عصر يونان آمن بالله الإله خالق السماوات والأرض ده السفر اللي بيقول كذا فأنتوا بتألفوا ليه لماذا تؤلفون كلاما لا وجود له في السفر فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم والمسوح هي الملابس الخشنة الملاصقة للجسم بصورة مباشرة عشان لا يجد الإنسان راح وتنعم وترفه في هذه الفترة هي فترة نسكية فيها يكون في اتحاد بتوبته نادم على ما فعل فالجسد لا يكون له متطلبات كثيرة لأنه منسحق الآن في توبته لبسوا مسوح آمنوا بمين بإله أي إله هو في إله رحيم كل آلهة الأمم شياطين هو في إله رحيم في آلهة الأمم بنادب الخلاص ويعطي رجاء ويعطي قدوة ويعلم وصايا روحية إلى آخره من أين أتيتم بهذا الكلام في الوحي المقدس أمامكم الوحي يعطونا ثم يقول في سفر يونان ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد ونوديا وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا ولا ترعى ولا تشرب ماء وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويسرخوا إلى الله بشدة ويرجعوا كل واحد عن طريقه الردية وعن الظلم الذي في أيديهم يعني الناس دول صاموا تغطوا بمسوح من صغيرهم إلى كبيرهم صرخوا إلى الله بشدة مش صرخوا إلى أوثانهم صرخوا إلى الله دا الموجود في السفر ما تألفوش صرخوا إلى الله إيه صرخوا لله بيصرخوا إيه طلبتهم لربنا ويرجعوا كل واحد عن طريقه الردية أردأ في طريقهم عبادة الأوسان عبادة الشيطان فصرخوا إلى الله تاركين أوثانهم دا الوحي المقدس وعن الظلم الذي في أيديهم هذه الأعمال الظلم الذي في أيديهم كل الأعمال الشريرة التي يمارسونها في حياتهم يبقى من ناحية تاركين الأوسان إلى الله ونحية الأخرى توبى عن الأعمال دا مفهوم السفر في يونان مش خليكم في وسنيتكم مين قال كلا ثم يقمل وعن الظلم الذي في أيديهم لعل الله الله مش إله مش صنم لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك آه يعني خلي بالك هنا معلش ركز معي في الحتة دي لعل الله الذي جاء يونان ينادي به أنه بعد أربعين يوم تنقل بنينا وإن لم ترجعوا عن خطاياكم بجملتها بما فيها عبادة الأوسان ستنقلب من نوا فهم صرخوا إلى الله وفي أزهانهم في توبتهم لعل الله هذا الإله الواحد الذي لا آخر معه لعله يرجع عن العقاب الذي سيقعه بنا عن حمو غضبه فلا نهلك فلما رأى الله الذي صاموا له الذي صرخوا له الذي تابوا بمنادات رسوله يونان فلما رأى هذا الإله الرائع العادل فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة طريقهم الرديئة كلها عبادة أوسان وأعمال لأن عبادة الأوسان سيقعد في عبادة الأوسان غير النجاسة وغير الشيطان ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه ندم الرب عشان بعض الناس بتسأل فيها ندم الرب بساطة لو أب قال لابنه لو لم تتوقف عن هذا الفعل سأعاقبك سأمنعك من كذا وكذا توقف الابن فتراجع الأب عن العقاب توقف الأب عن العقاب هذا التوقف هو ما يطلق عليه الوحي هنا ندم أي لن يعاقب هذا الشعب لأن العقوبة كانت مرهونة بالتوبة أو العصيان فإن بقوا في عصيانهم ستكون عقوبة لا مرهونة بالتوبة تابوا خلاص سيرجع الرب ولن يعاقبهم لأن كأسهم لم يمتلئ بعد عندهم قدامهم فرصة كما أن أهل النينوى كانوا يقدمون زبائح لآلهتهم الوسنية كل الشعب عنده آلهة ويقدم لها قرابين ويقدم لها زبائح ففي توبتهم وصراخهم إلى الله وإيمانهم بهذا الإله تحولت زبائحهم معهم إلى هذا الإله الذي صرخوا له إلى هذا السيد ومع أن الوحي لم يقل هذا بالتحديد في سفر يونان ولم ينفيه ولكن روح سفر يونان ذاته يمكن أن نتأكد من هذا الأمر وأعطيكم من داخل سفر يونان أن الزبائح التي تقدم للأوسان حينما يعرف هذا الوسني شخص الرب الإله بكل طاقته يحول زبائحه وقرابينه للإله الواحد الذي يعرفه فين الكلام ده سفر يونان نرجع إلى ركاب سفينة يونان ونقرأ من الوحي المقدس هو الفيصل سفر يونان واحد لما ركب يونان السفينة وأراد أن يهرب من رسالته فأرسل الرب ريحا شديدا إلى البحر فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه خلي بالك معايا شايف إلهه دي يعني ذو الناس وسنيين بقى كل واحد صرخ للإله بتاعه يعني يونان في وسط وسنيين فكل واحد ابتدى يصرخ لعشتار بتاعه ولملكون بتاعه حسب هو بيؤمن بأي إله يبقى بداية يوثق الوحي المقدس في سفر يونان أن ركاب السفينة كانوا وسنيين كل واحد صرخ لإلهه طيب إيه اللي حصل بقى نكمل راحوا اليونان قالوا له ما لك نائما قم أصرخ إلى إلهك أنت كملك إله أصرخ لإلهك وبعد شوية قالوا نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية البحر مش عاوز يهدى بعد صراخ وصلاة طيب تعال نلقي قرعا زي ما بنسميها بالدارج قرعا نشوف مين فينا سبب هذه البلية فألقوا قرعا فوقعت القرع على يونان وقعت القرع على يونان سألوا اخبرنا ما هو عملك ومن أين أتيت ما هي أرضك ومن أي شعب أنت فقال لهم أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر ثم يقول فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له لماذا فعلت هذا لعملت كذا فقالوا له ماذا نصنع بك حتى يعني لأنهم عايزين البحر يهدأ ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا لأن البحر كان يزداد الترابا فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم لأني عالم ما هو مرسل عارف نبي عالم أنه بسبب هذا النوع العظيم عليكم أنا السبب بس الرجال محبوش يرموه ولكن الرجال جزفوا ليرجعوا السفينة إلى البر فلم يستطيعوا لأن البحر كان يزداد الترابا عليهم فصرخوا إلى الرب وقالوا آه هنا بقى ابتدوا يصرخوا إلى الرب إله السماء آه يا رب لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل لأن يونان كلموا عن إله إله خالق السماء فيونان بشر ركاب السفينة بالإله بتاعه القادر أنه يهيج هذا البحر الذي في يده السلطان على كل هذه الخلائق لأنه خلقه فالتجوا إلى هذا الرب بس مش هذا الموضوع بص معايا كذا لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل وَلَا تَجْعَلْ عَلَيْنَا دَمًا بَرِيْئًا لَأَنَّكَ يَا رَبُّ فَعَلْتَ كَمَا شِئْتَ الْإِرَادَةَ عَنْدَكَ إِنْتَ ثم أخذوا يونان وطرحوه في البحر فوقف البحر عن هيجانه ثم يقول فخاف الرجال و هذا الموضوع حين أخلي بالك فخاف الرجال من الرب اللي كلمهم يونان عنه خوفا عظيما وذبحوا زبيحة للرب ونذروا نزورا دول وسنيين كانوا من شوية من ساعة كانوا وسنيين أول ما رموا يونان والبحر صار هدوء عظيم يبقى كل اللي قالوا يونان صح هو كلموا عن الإله الحقيقي وليست الآلهة الوسانية التي يعبدونها على الفور وهم في السفينة أخذوا مما لديهم من خراف من أي شيء وقدموا ذبائح لهذا الإله الذي كلمهم عنه يونان فبالتالي قدموا زبائح عرفهم هل يونان عرفهم بزبائح وهو في السفينة لا لكن كان عندهم زبائحهم الوسانية في وسانيتهم يقدمون زبائح فالذي حدث مع ركاب السفينة هو الذي حدث مع أهل نينوة فبالتالي أخذوا هذه الزبائح التي كانوا يقدموها لأوسان وقدموها للرب الإله لم أقل كلمة حتى الآن خارج سفر يونان يعني الردود موجودة في ذات السفر لم آتي إلا بالآيات التي تقول أن آلهة الأمم شياطين وأن ما يزبحونه لا يزبحونه لمجرد صنم تمثال لا العمل التمثال داخل فكر الإنسان هو كيف أقنعه الشيطان فكل آلهة الأمم شياطين وما يزبحونه إنما يزبحونه للشياطين أحباء المسيحيين تحديدا كما ما هو موجود من كتب يحتاج منك أنك تفلتر كل شيء وليس كل ما في الكتب لأنه هو كتاب مسيحي وكاتبه واحد مسيحي يبدأ أنت خلاص كذا أنت مطمئن أنه هذا واحد كاتب مسيحي لا مش كفاية لأن ممكن واحد مسيحي بس عنده أفكار كثيرة لا تتماشى مع الوحي المقدس فإنت لو ما عندك روح الإفراز يمكن أن تستقبل أفكار كثيرة جدا فلو سمحت حياتك الأبدية سمينة وغالية ومهمة فالتر ما تسمعه وحطه تحت ضوء الوحي المقدس هذا المقياس ما عندنا مقياس ثاني ما عندنا فلان ما عندنا أسماء عندنا وحي مقدس نضع تحت الوحي المقدس ما أقرأ ما أسمع هل يتفق مع روح الكتاب أم لا خلينا أخذ بعض المداخلات نأخذ سابة أعتقد من العراق أهلا سابة أهلا بك أخ سابة أخ وحيد أنا اسمي صباح أهلا بك أخ صباح السلام معك ومعك عزيزي طبعا لدي ضحظ لهذه الأفكار لأنه أنا ابن نينوة أصلي ابن نينوة أهلا بك مرحب ولازلنا لحد الآن نصلي صلاة التوبة والغفران التي حدثت في نينوة في صلاة الباعوث نسميها في التقص الكنيسة الكلبانية في كناسنا وصلواتنا فلو كان المعني أي إله لكنا بقينا على وثنيتنا ولم نتوجه إلى ولو نعبد الإله الحقيقي آمين وتعليقا على الحلقة السابقة والحلقة الحالية لماذا الدين المسيح وليس غيره الجواب هو أنه كل شيء في الدين المسيح ولو ما أفضل كلمة الدين بس جدلا كل شيء في الدين المسيح يرمي إلى أن تكون علاقتنا مع الله علاقة صحيحة كل شيء في الدين المسيح من عقيدة وأخلاق وأسرار يهدف إلى شيء واحد وهو ضمان الصحة علاقتنا مع الله والتصديق عليها وأن علاقتنا مع الله لا تكون علاقة صحيحة ما لم نعرف من هو الإنسان ومن هو الله ما لم نطلع على الحقيقة عن الإنسان وعلى الحقيقة عن الله لا يمكن أن تكون لنا علاقة صحيحة مع أحد لا نعرفه تمام شكرا لك عزيزة الله بس أخر أخر تعليق والمسيح الذي صار إنسانا ليصير الإنسان الله هو الذي يكشف لنا من هو الإنسان ومن هو الله وهذه الحقيقة لا توجد في أي تعليم أو دين أو فلسفة غير المسيحية وشكرا جزيلا أشكرك شكرك الرب يبارك حياتك شكرا لك أخ صباح أخذ الأخ إدوارد أهلا بك عزيزي إدوارد أهلا بك يا أستاذ وحيد أهلا تفضل مرسي على التصالك بي أربع مرات والأسف ما نحقتك شيء من صوت حظي أنا وجدت إيميل في رقم حضرتك عاوزني أتصل فأنا اتصلت على كل أنا سعيد أسمع صوتك تفضل أول شيء الكلام واضح وصريح وما فيش أي لبس فيه لكن في نقطة لازم نوضحها للعالم كله وإحنا كناس مؤمنين علينا دور كبير هو شخصية للشيطان نفسه اللي إحنا بنحربه وبنوعي الناس منه أسماؤه تصرفاته قوته جبروته يعني لو إحنا ناخد رحلة مع الكتاب المؤدس بسهولة وبسرعة ده جبار وظهر بنته الصبح والقرب المظلل وابن الهلاك وسلطان الظلمة وروح الغي وروح الكذب ورئيس هذا العالم وده بيستخدم وسيله ما كله ملك ده ملك وملك كبير وده أتباعه وإيه هي وسيله معروفة مش بس الأوسان ما الأمار وسن ما السجائر وسن ما الجنس برضو نفس الشي ما الخمور وسن ما المال ماء وسن ما تباش هي بس عبادة الأوسان اللي تفكر فقط بعيد عن الله لا ونفس الشي لو أنت تبعد بفكركك بعيد عن الله ما هو سن برضو تمام أشكرك أخي إدور الرب يبارك حياتك هل محتاجنا أتصل بحضرتك مرة أخرى؟ أنا أريد أن أتكلم مع حضرتك على موضوع خلاص خلينا في التليفون بعد البدامك ممكن أن أتكلم مع حضرتك ماشا عزيز الرب يباركك شكرا أهلا بك سلام طيب خليني كمان أواصل معكم شوية في كيف تطور هذا الفكر إلى أن الوثنيون سيدينون المؤمنين كلام بصراحة أنت توقف تندهش ما هذا الفكر ما هذا التعليم من أين أتيتم بهذا الكلام خلينا أقرأ لك ما هو مكتوب وتعال نشوف مع بعض هذا العنوان اتنين محاكمة الوثنيين للمؤمنين علامة تعجب نقرأ من ما كتبوا هؤلاء يقول في يوم الدينون سيحكم النينويون الذين تابوا بإنذار يونان على شعب الداخل شعب الداخل يعني اليهود أكان يمكن لليهود أن يتخيلوا أن الوثنيين سيحاكمونهم خلي بالك خلي بالك من اللفظ المكتوب هنا لا يتكلم عن وثنيين آمنوا لا يتكلم عن وثنيين في وثنيتهم هل كان يتخيل اليهود أن الوثنيين سيحاكمونهم شوفوا الكلام الغريب يقول نرى هنا من هم في الخارج اللي هم الوثنيين يعني سيحكمون على من في الداخل اللي هم اليهود يمكن الذين هم في الخارج أن يصبحوا وسطاء رحمة رحمة الله وسطاء خلاص للذين هم في الداخل يا للهول يمكن للوثنيين مش المؤمنين لا هزبت لك الكلام ده من كلامهم أنهم ماذا يقصدون ما هو لو وسني بيقى مؤمن على راسنا خلاص ده بيقى مؤمن لا هو يتكلم على دول في وسنيتهم وحقول لكم معتمدين عليه الفهم الخاطئ أو لو يعنق النصوص يعني الذين في الخارج اللي هم الوثنيين سيحكمون الخارج أهم الوثنيين سيحكمون على من في الداخل اللي هم اليهود وهو بنفسه يعني بأنفسهم وضعوا هذه الكلمة لليهود يمكن الذين هم في الخارج أن يصبحوا وسطاء رحمة رحمة الله وسطاء خلاص غريبة وسطاء خلاص وسنيين للذين هم في الداخل ثم يقول فالذين كانوا يظنون أنهم من أهل الخلاص أي المؤمنين بيسوع المسيح والمعمدون والمنتمون إلى الكنيسة سوف يفاجأوا أنهم ليسوا أهلا للملكوت أما الذين كانوا المؤمنون يستبعدونهم عن الملكوت أي غير المؤمنين غير المعمدين وغير المنتمين إلى الكنيسة فأولئك سوف يتنعمون بالملكوت هل أقول لا تعليق يعني لازم علق طبعا ما هذا الكلام ما هذا الكلام يقول لك شوف شوف الكلمة شوف السطرين دول فالذين كانوا يظنون أنهم من أهل الخلاص أي المؤمنين أول خطأ سماهم مؤمنين كان ممكن هنا يسميهم مسيحين اسميين ما مفهوم مش كل المسيحين داخلين الملكوت هو أي حد مسيحي داخل السماء لا إلا المسيحي الذي يدبع المسيح ووصايا المسيح الذي يؤمن بالمسيح ويدبع المسيح دالي داخل السماء إنما المسيح الإسمي ده مش داخل السماء مش بس الوسنيين لكن هنا للأسف استخدم مصطلح المؤمنين واستخدام مصطلح المؤمنين ده مصطلح كتابي لناس تعرف ربنا وعنده علاقة مع السيد الرب لكنه استخدم علشان تشوف المستوى اللي عاوزين يطلعوا به العقيدة المسيحية من أساسها ولن يستطيعوا فاشلين إلى مجرد أشياء وهمية ليس لها أساس غير ثابتة لابد أن يعرفوا أن المسيحية مبنية على الصخر هو المسيح ابن الله ولا يمكن في أي حال من الأحوال ولا لأي جيل قادم أنه يستطيع أن يحرك هذا الصخر لنه دوعد المسيح أبواب الجحيم لن تقوى عليها فيأتي هنا الكلام يقول يظنون أنهم من أهل الخلاص أي المؤمنين بيسوع المسيح خلي بالك والمعمدون والمنتمون إلى الكنيسة سوف يفاجأون أنهم ليسوا أهلا للملكوت في المقابل أما الذين كان المؤمنون يستبعدونهم عن الملكوت أي غير المؤمنين بالمسيح غير المعمدين غير المنتمين إلى كنيسة فأولئك سوف يتنعمون بالملكوت إيه رأيك في الكلام ده عزيز المشاهد إنسان غير مؤمن بالمسيح غير متعمد ولا ينتمي إلى كنيسة يرفض المسيح بيسمع عن المسيح ورافضه ده في نظر هؤلاء ده يتنعم بالملكوت في المقابل المسيحي المؤمن بالمسيح هو سماه كذا المؤمن هو قدامك يقرأها لو سمحت خلي المخرج يحطها أي المؤمنين بيسوع المسيح في المقابل المؤمن بيسوع المسيح والمعمد والمنتمي إلى الكنيسة خلي بالك مش إلى كنيسة يعني إلى طائفة هو عنده فيها رأي لا إلى الكنيسة ده مش هيدخل عجيب هذا الفكر الذي يعتبر غير المؤمن الوثني في حالة روحية أمام القضاء الإلهي أفضل من المؤمن المسيحي هنا قمة التناقض فالمسيحيين لا يدخلون يمكن عشان اسميين فيش مشكلة لكنه يستخدم مؤمنين ويقصد استخدم كلمة مؤمنين على كل الأحوال فأي اللي بيعتمدوا عليه يعتمدون على ما قاله المسيح بالنسبة لأهل نينو يقول رجال نينو سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمنادات يونان وهو ذا أعظم من يونان ها هنا بصع عزيزي هنا تابوا تركوا عبادة الأوسان لتوبة أهل نينو زي ما شرحت ويجبت النصوص الكتابية من سفر يونان ولو كان رجال يونان يعني الرجال المعاصرين ليونان في نينو الذين تابوا بمنادات يونان يعني الذين في عصر يونان لم يتركوا أصلا عبادة الأوسان ما كان قيل عنهم أنهم تابوا وما كان لهم نجا من هلاكهم هما نجوا ازاي بتوبتهم برجعهم إلى الرب وما زكرهم السيد المسيح في العهد الجديد في هذه المقابلة اللي عمل بقصد سأشرح إذن يعني إن لم يتركوا أصلا عبادة الأوسان ما كان قيل عنهم أنهم تابوا وما كان لهم نجا من هلاكهم ولكن ولأن أهل نينوى تركوا عبادة الأوسان بمنادات يونان لذلك فموقفهم هذا هذا والشرح الذي قصده المسيح له كل المجد فموقفهم هذا بمنادات يونان النبي العادي النبي الهارب منهم الذي لم يرد أن يذهب إليهم تابوا بمناداته ورجعوا إلى الله عن طريق عن طرقهم الرديئة هؤلاء هذا الموقف في يوم الدينون هذا الموقف سيدين من كان في عصر المسيح ورأى المسيح الله المتجسد وسمع منه ورأى معجزاته ولم يؤمن فهذا الموقف هو الذي يدين يعني مثلا خلينا أديك مثلا بسيط زي مثلا رجل بيشتغل بواب بسيط يعني مكافح وتحية إلى كل المكافحين في هذا العالم عنده ابنه وبيقرأ وبيدرس وبيزاكر على يده بلمب الجاز يعني حتى ونفيش كهرباء في حين عنده زملاء في الفصل متوفر لهم كل يعني الفرص للدراسة والقراءة والنجاح يوم الامتحان هذا الطالب ينجح وهم يرسبون نجاح يدين هؤلاء يوم الامتحان يوم القيامة يوم الامتحان لهذا الطالب موقف ونجاح هو دينون لهؤلاء الذين توفرت لهم الفرص والانتيازات الأكثر ولم ينجحوا هذه المقابلة البسيطة التي كان يتكلم عنها السيد المسيح فمن يقول أن الوثنيين سيحاكمون شعب الله كأنه يقول بأن الشيطان سيحكم بواسطة أدباعه على يهود يعرفون الله أو على مؤمنين بالمسيح يعرفون المسيح كلام بعيد جدا عن الوحي المقدس المفروض كليهما المسيح الذي لا لا يدبع المسيح بس مسيح بالإسم أو اليهود اللي هو سماهم في الداخل سماهم الداخل رفضوا المسيح كليهما لن يرس الحياة الأبدية ده وفق الكتاب المقدس وفق ما نطق به المسيح شخصيا في يحنى 3 ولكن بلا شك هناك امتياز لليهود عن الوسني طبعا بلا شك على أقل تقدير أنهم يعرفون الله على أقل تقدير أن كانت لهم امتيازات عن الوسنيين تعالى أقول لك مثلا زي ما قيل في روميا 3 إذن ما هو فضل اليهودي كثير على كل وجه أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله ده مش وحي مقدس ده خليني أقرأ لك أيضا ما ورد في رومية 9 الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد كيف يتحول عابد وثا يحمل الموت في ذاته ومن أجل ذلك طرح في الخارج أو اعتبر من الخارج كيف يتحول إلى قديس يحكم على القديسين فإن قالوا لا لا انتظر هؤلاء ليسوا وسنيين إذن هنا التناقض يبقى إنت ليه تسميهم وسنيين مش وسنيين يبقى مؤمنين يبقى ليهم الحياة الأبدية المؤمن يدخل الحياة الأبدية تاب تابوا بمنادات يونان قدموا زبائحهم لله الحي والزبائح هي كفارة في أصلها في ذاتها يبقى إذن القول بأن الدينون ستتم على أساس الأعمال تعيزهم عملوا أعمال أدبية وبالتالي عايز تدخلهم الملكوت بدون إيمان خلي بالك هذا قول لا كتابي ومغالط لهوتية بمعنى أن القول لا قيمة للفداء ولا التجسد ولا الإيمان بهم ولا الإيمان بالإله الحقيقي حتى أنت الإله الحقيقي على أقل تقدير ما عندوش وزن عندك يؤمن بوسن ويعيش وفق ما يعلمه من تعاليم أخذت عبر يعني عبر ما توارسوه من آبائهم وأجدادهم عن هذا الوسن ما فيش مشكلة ده يتدخل السماء بس المؤمن بالمسيح ما يدخلش السماء وكأنك تقول أن الشيطان الذي سندينه نحن وأوريك يعني إزاي سندينه بإيماننا زي ما قال المسيح طوبة للذين آمنوا ولم يروا إحنا لم نرى المسيح عياناً في تجسده في وقته من ألفين سنة و لذلك و لذلك قال الرب يسوع لتوم طوبة للذين آمنوا و لم يروا اللي هو إحنا طوبانا في المقابل هذا الشيطان كان في محضر الله دكاروب مظلم كان في محضر الله شايف فبالتالي قال الوحي المقدس عن هذا الموقف موقف إيماننا قال في كورينسوس الأولى ستة ثلاثة ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة الملائكة الصاقبة طبعا هنا يتكلم عن الملائكة الصاقبة إزاي سندين ملائكة الدينونة هي للمسيح وحده فقط المسيح هو من سيدين البشرية طب و هنا هنا إعلان هنا موقفك هو الذي سيدين زي ما أنا ذكرت لك من شوية موقف الابن البسيط اللي كان بيدرس على لمب الجاز موقفه إيمانك هو في يوم الدينون من سيدين هؤلاء الملائكة الذين كانوا في محضر القدوس و سقطوا فموقفنا هو إدان للشيطان الذي كان كاروبا في محضر السيد الرب يرى بهاء و مجد المسيح بينما نحن آمنا وهو في حالة الإخلاء أخلى نفسه آخذا صورة عب صائرا في شبه الناس و إذا وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه و أطاع حتى الموت موت الصليب هذه المقابلة بالتالي هذه الإدانة هنا إدانة هؤلاء الملائكة الساقطة أي الشياطين إذن مر و مر برهانكم ضدكم و أصل المقارنة و محورها التي قصدها المسيح هي بين يونان كمجرد نبي و بين المسيح يهوى المتجسد كيف أن هؤلاء آمنوا و أنتم في وسطكم عريسكم و لم تؤمنوا هذا الموقف موقف أهل نينوى سيكون في يوم الدينون يوضع كشاهد يدين من كانوا في عصر المسيح لكن لم يسمى ليس و لا فيه في الكتاب المقدس أن الوسانيين سيخلصوا لماذا ضرب شعب إسرائيل في العهد القديم لأنهم عبدوا آلهة الوسانيين لماذا قيل عن يارب عام أنه سيباد هو و أسرة و عيلة و لا يترك له أي شخص يرسه لأنه أدخل عبادة الأوسان إلى شعب إسرائيل و أمثاله كسر بعشة و غيره من ملوك إسرائيل الشمالية هذه تعليم مخالفة لكلمة الله خليني أخذ بعض الناس اللي متصلين لأخت مريم من فلسطين أهلا بك يا ريتك في التلفزيون أخت مريم لو سمحت أه 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 لو سمحت المسيح قام بالحقيقة يقام كل سنة و أنت سالمين الله يبارك أنا حقيقة كنت بدي أحكي لأنت حكيته في متى 12 41 رجال نينو وسيقومون في الدين مع هذا الجيل و يدينونه وبدو 42 ملكة التيمن ستقوم في الدين ملكة الطيمن و سليمان و غيره نعم و سليمان لأنها أتت تسمى حكمة سليمان تفضل لأنها أتت تسمى من أقاس الأرض تسمى حكمة سليمان وهو أعظم من سليمان ها هنا برضو أن في الإصحاح 13 لما كان يكلمهم بأمثال و حكاهم أنه هم بالنسبة له مبصرين لا يبصرون وسامعون لا يسمعون ولا يفهمون شايف نعم وبدو أن في متى 22 13 ولول عليهم من رب يسوع المسيح 23 23 و ليس 13 تفضلي فلا تدخلون أنتم أتفضل تفضل لا أنا أقلت لك 23 و ليس 13 تفضلي إصحاح 23 عدد 13 نعم لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون يعني حقيقة هم اللي إلهم الملكوت مسكرين الملكوت و ليس سمحين بحدتان يدخل الملكوت تمام يعني برضو رب يسوع المسيح كانهم آخرين يكونون أولون وأولون يكونون آخرين بالإيمان أنا جاي للنصوص دي لأنهم أخذوا النصوص دي برضو استخدموها هذه النصوص سوف تدرس في سياقها صحيح تمام شكرا لك يا أخي مريم شكرا لك و ربي بارك الله يبارك حياتك و انت سعلم الله معك شكرا لك الأخي نور من العراق أهلا بك سلام الرب معاك حبيبي أنا نور من العراقية من كاليفورنيا أهلا بك الوحيدة عندي طلبة ذاك اليوم اتصالت بي خطفوا واحدة ثانية في مصر اسمها ميري طيب يا أخة نور أختي المباركة يعني البرنامج وقته محدود جدا خلاص أتركي لأنا سأتصل فيك بنعمة الرب عندي سؤال تفضلي عن الزبايح حبيبي الزبايح اللي كانت أنت تتكلم عليها من كورنة الأولى لأنها كانت بالأول زبايح ترنز إلى المسيح بعدين بالعهد الجديد هل ممكن أن نصبح زبايح؟ أشكرك حجاوب على سؤالك حالا شكرا لك شكرا لك بعد زبيحة المسيح لا توجد زبايح خلاص الزبايح كانت ترمز إلى المسيح جاء المسيح الزبيح العظم مهما ليس محتاجين لزبيحة ثانية هي كانت رمز جاء المرموز جاء كانت ظل جاء الحق جاء الأساس جاء الأصل ما الذي ستقدم أصلا هي كانت مجرد عربون لمجيء المسيح جاء المسيح انتهت الزبايح خلاص ما في زبايح بعد كده حيوانية المسيح هو الكامل وزبيحة هي كاملة وقال على الصليب قد أكمل ما فيش تاني بعد المسيح زبيحة تقدم شكرا لك الرب يباركك أخذ الأخ ماهر من أمريكا أهلا بك أخ ماهر أيها أنا ماهر أهلا بك أخ ماهر أخش تفضل أنت على الهوى معك وحيد أنا أخش 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 أنا أريد الله يباركك وأنا من الناس المتابعين لك من أمريكا أهلا بك أخا لو سمحت وطي صوت التلفزيون واسمعني من التلفزيون فقط أخش 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 أنا من المؤمنين بها بتعطي يونان العظيم احنا بنتشبه به هل ممكن احنا يبقى يونان ده وعايز الإجابة بتحرير طريقة قصب هل ممكن يونان ده يبقى مثالية أنا وأنا مصالب حتى بالنسبة لأخوة المسلمين أننا أقول لهم لا أنتم تتمنون الأدارة الكعب اللي هم مؤمنين بها والذي يبقى عمل خاطئ طيب أشكرك أشكرك حاجة أجاوب على حضرتك شكرا لك شكرا على كل هو ليس يونان هو القدوة في هذا الأمر لأن يونان هرب من رسالته ولا يوجد قدوة أروع من المسيح ومن تعاليم المسيح ومن كلام المسيح لكن لا مشكلة هناك أيضا رسل المسيح الذين جالوا يبشرون بالكلمة حتى في اضطهاد الكنيسة قيل في صفر أعمال الرسل فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة ادرس الكتاب المقدس عزيزي أخ ماهر ويمكن لك حينما يعني تعرف كتابك المقدس يكون عندك العلاقة الحية بالمسيح وتحط موضوع الخدمة قدامه هو يفتح لك باب الخدمة بالطريقة وفي الوقت المناسب اللي هو شايفه السيد الرابع شكرا لك أخ ماهر أخذ كمان اتصال الأخ سامي تفضل عزيز سامي من أمريكا سلام المسيح يا أخوي أهلا بك عزيز سامي كيفك يا أخوي نشكر الرب أنت كلامك مثل ذهب كل شيء قلته صحيح بس عندي فيه سؤال الأشوريين كانوا آمنين بالرب يسوع قبل ما بيجي على الأرض قبل ما بيجي المسيح على الأرض كانوا كانوا أهلا أنا بسمعك آه أوكي أخوي كانوا مآمنين للأشوريين بالرب يسوع قبل ما بيجي كانوا بيعرفون الأشوريين أنه واحد رب ينزل المسيح على الأرض بيعرفون صحيح كانوا عارفين كيف المسيح قبل تجسده هما كانوا الروح القدس كانوا بكاس الملوك الأشوريين كانوا مآمنين بالمسيح فين فين أريد الكلام ده أنا ما قرأت بشفت الصور الصور الملوك الأشوريين الأولين من إجي يونان نظرهم صحيح كانت هاي من إجي يونان قالوا أنتو عبرتوا من الطريق الصح طلعتوا من طريق الغلط ارجعوا قمنا صمنا ثلاثة أيام بس كانوا الأشوريين آمنين بالرب يسوء قبل ما بيجي على الأرض يمكن أنت فكرتك أنهم كانوا وسط أوسانهم يعرفون أن هناك إله الله الله وكان فيه واحد ينزل على الأرض طيب هاي كانت جدي عم يقول يا كل وحيد وشكرا وشكرا وسلمني على أخذ تدوى وصرواتك معنا الله يبارك حياتك أشكر محبتك الله يخليك شكرا لك طيب خليني أواصل معكم أحبائي عشان أخذ جزئية تاني لم يتبقى لنا من الوقت الكثير خليني أواصل معكم لجزئية برضو عشان تفهم يعني كيف يفكر هؤلاء وما كتبوا أصل إلى هذا العنوان شفاعة إبراهيم لسدوم وعمورة فماذا قالوا في هذه الجزئية أن إبراهيم صلى من أجل سدوم وفي تلك الصلاة لا تعتبر سدوم مدينة وثنية رائع جدا خلينا نحط علامة كذا لكنها قد تكون معارضة قد تكون يعني هو مش متأكد هما مش متأكدين قد تكون معارضة لشعب العهد يقصد شعب العهد مش عارف مين شعب العهد لأنه يعني ما عليش عزيزي خليك معاي دقيقة سعيز أقول لك حاجة يعني هؤلاء حينما كتبوا أنا لا أدري ما هي طبيعة فهمهم عن الكتاب المقدس لما هنا أقرأ لا تعتبر سدوم ودينة مدينة وثنية طبعا هو من فين جاء بالكلام ده هو ما يعرفش أو هما ما يعرفوش لكنها قد تكون معارضة لشعب العهد أصلا ما كانش في شعب اليهود في الوقت هذا نحن نتكلم عن إبراهيم ما كانش فيه شعب كان فيه شخص اسمه إبراهيم من فين جبت شعب العهد من هو شعب العهد لم يكن هناك شعب حتى أبسط الأمور يعني يسقط فيها وبالتالي ما الذي تنتظر أكثر من هذا يعني دعك من الفكر اللاهوتي حتى الأمور الكتابية البسيطة أو مفصولة عن الأرض التي باركها يهوى ما هي الأرض التي باركها يهوى في عصر سدوم وعمورة فسدوم نموزج لجماعة إنسانية وإن صلاة إبراهيم لا ترمي لإنقاذ لوت فحسب بل إنقاذ السدوم بأكملها فالشفاعة في آخر المطاف لا تقصد خلاص الأبرار بقدر ما تقصد رسالة هؤلاء من أجل خلاص الآخرين جميعا طيب هل سدوم اللي أنت بتقول عنها بيعرفوا هي مش وسانية تابوا يعني قدموا توبة زي أهل نينة ولما قرأنا من شوية ليه عايز تطلعهم خارج الوسانية ما هو دليلك الكتابي أنك بتقول أنه سدوم وعمورة ليسوا شعوب وسانية طيب ليه عايز تطلعهم من الوسانية ده أولا ثم هل كان عنديهم خلاص يعني هل المكان فيه هو يؤدي بهم إلى خلاص من الهلك من الموت الأبدي إذن أنت هنا بتقر دون أن تدري أن الوسانية ضد الله لأنك عايز تطلع شعب السدوم وعمورة ما كانش وسان يخلي بالك يبقى إذن أنت في فكرك أن الوسانية هي ضد الله وإلا أنت لا عايز تطلعهم ما تخليهم وسانيين زي ما خليت أهل نينة ووسانيين وتتعامل مع الموضوع زي ما تعاملت مع أهل نينة ليه دول فارج معاك ليه هنا بتقول أنهم مش وسانيين أنت عارف أن الوسانية هي ضد الله و لا تقدم للإنسان الحياة الأبدية ثم إن كانت لا تعتبر سدوم مدينة وسانية هل هي مدينة مؤمنة بالله هل هي مدينة تسلك حسب وصايا الله لو كانت مجرد مدينة معارضة لشعب العهد ما كانش فيه شعب أصلا ماش أو مفصولة عن الأرض التي باركها يهوى كلام لماذا أهلكها الله بنار وكبريت لماذا أهلكت بنار وكبريت يعني من اللي خلص من سدوم عمورة ألم يهلكها تماما ربي فقط أخرج لطوة وابنتيه ثم إن شفاعة أبينا إبراهيم ليس للخلاص الأبدي دي أبجديات آلف باء الكتاب المقدس شفاعة إبراهيم كانت لنجاة هؤلاء من عقاب الله من الغضب الذي سيصبه الله لم يقف أبرام ليتشفع عن خلاص أبدي أتهلك البار مع الأسيم أديان كل أرض لا يصلى عدلا لو في خمسين بار خلاص أنا أصفح أصفح يعني مش هنزل العقاب لم يكن الشفاعة هنا لخلاص أبدي كانت شفاعة إبراهيم لمجرد إنقاذ هؤلاء من العقاب الذي كان أقره السيد الرب لم يكن شوف السيد الرب لناس بيعرفوا مؤمنين به اقرأ معي هنا في أرمية 15 واحد يقول ثم قال الرب لي لأرمية وإن وقف موسى و صموئيل أمامي بيتشفعوا لشعب إسرائيل لا تكون نفسي نحو هذا الشعب ترحهم من أمامي فيخرجوا ذاك بتكلم عن السبي لو وقف أمامي العملاق هنا موسى و صموئيل اللي اشتهروا في عصرهم بالتشفع لشعبهم لا يكن قلبي نحو هذا الشعب حطلعهم في السبي دي عن مين عن شعب إسرائيل جاي أنت بتتكلم عن سدوم و عمورة لما ليانا نجاسة و فسق و أحرقها الله بنار و كبريت بص عزيزي المشاهد هذا ما هو موجود الآن وزيه أنا بشجع الأحباء المسيحين لو سمحتوا الأفكار اللي موجودة الكتب الموجودة ما نقرأه يجب أن نفلتره و نضعه تحت الوحي المقدس الوحي المقدس أعلى من الكل أعلى من كل الأسماء أعلى من كل الناس أعلى من كل فكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر